السلام عليكم أحبائي كنت من تكونوا كاملين بخير وعلى خير مرحبا بكم معي في الحلقة 150 من المساسة الأمانة البداية ديالنا ستكون من المطبخ نيسرين ستقول خالتها فين كنتي من الصباح ستقول لها خديجة لماذا نوقع ستقول لها إقبال كانت وقفة في الباب مع دخلت اختها سعاد شدتها من شعرها ولوتوليها بحال هكا وطلعتها البيت بزز منها وطلعتها ساقطة ديال لعصة خديجة ستقول لها وقال لها المرة لم تقش تصمت على الناس وتبقى دلعي في الخبار وإلى را ستقول لها من هذا الدرق إبراهيم في الكوميسارية ستكون شاد تليفون يشوف تصور ديال سارة ستكون حمقاتهم سيأتي عنده كامل وفراس ستقول لها بنتي لياسة في تحتها لإبراهيم سارة ستقول لنا دخله مع الباب إبراهيم معه ستقولها سيبقى حل فمو فيها عينيه سيبقى لينك سيبقى سيأتي عنده صحار سيعطيها اللائحة جلدك شي كامل بخصوص العرس ومن بعدها سيقلصوا لإختاروا الكاغت سيكون عندهم الكثير سيختاروا بيناتهم سيعطيها 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 من هذا القصر ستكوني في كامل الوعي بخصوص العرس وقد أعرفها لا يوجد العرس فأنا سأزروا بضغية ونحركوا لن يجعلهم المزيدة ثم سيأتخذ سوعد سيأتخذ سعدها وهذا ما تفطري معنا سيبنوا لنا كامل المجموعين على طبلة الفطور ناسرين عينيها سيكونوا غير مع اقبال وسعاد سيأتخذ سيأتخذها أيه، واشف يا سيأتخذها سأتخذها واليوم تهتم بها وتعطيها تكل بيتها ستسوى الصحار سيأتخذ مصروفة تحضيرات العرس سيأتخذها سيأتخذ سيأتخذها سيأتخذ كارت سيأتخذها سيأتخذها اقبال برافو عليكم وغادي تقول لها وخا نشوفهم السحار يلا هنا يضع الفوق بش جيبهم يمن غا يقول لها غير خليك هوا ما يكينين معايا اقبال من اللي غا يعطيها لها غادي تقول لهم تبارك الله عليكم عندي منثالكم راكم غادي ينبزر بفتح ديرات كيبان ليا غادي تتالي وقع قبل الوقت يمن غادي قول لها بالعكس احنا هرهم عطلين وفق القياس غادي تقول لها اه عندك الحق حتى شرمه بقواله غير شيء ايام غادي تقول لها هوا ما قصدتش في التح ديرات قصدت عطلنا متزوجناش شحل هذي خليناها يحتل دابة السحار سيعجبها الحال وغادي تبدأ تضحك وهي حشمانة اقبال غادي تبدأ تضحكة الصفرة وغادي تقول لها اه عندك صحكة نخذكم متزوجه من شحال غادي تلاحظ بانه في العنق ديال السوعات كيني نواحد الجرحات غادي تقول لها ديالها جدك شي غادي تقول لها هوا له هراه غير صباح بش كينت كان مشتشعري اجرحت راسي بالمشطة ابراهيم غادي بلين حل بيستجاله وشابت قاعد تصور ديال السارة وكيشوف فيهم عاو الثاني معا غادي تخل من الباب غادي بقى حال فمو فيها وساهل الدرجة سأنه عالي غادي يكون وقف ليه فقرسو كيهدر معاه وغاي يكون مسمعه ما شافه غادي يقول لي يا عالي مالك ابراهيم وش وقع عليك شي حاجة غادي يقول لي يا اهل الله غادي يسمح لي مش بتكش كنت غير سهيف شي حاجة وصافي غادي يقول لي يا للا وقع عليك شي حاجة يلا هنوض غادي يمشي ونتغدى واناويك ومنها تعود ليش نواق عليك غادي يقول لي يا ابراهيم وخلينا نديو معنا سارة حشو مصبق غير وحدها هنا غادي يقول لي سارة عندها بزاف ديال خدمه يلا غادي يمشي وغير اناويك سعاد غادي تقول لي يا مان واش ختريتي شي بلاسة اللي تكون رقية بش تدر فيها العرس تشارك عارف غادي يجيو شخصيات مهمين ومعروفين وحتى الصحافة خاص يكون شي مكان كيلق بهم ضياء ما غادي يسمع شي بلاسة كبيرة وكثرة الناس بحال غايت تقرش شوية وصحار حتى هي يامان غادي يشوف لها فوجهة غادي يسبليهم مرتاحة من هذه الهضرة وضياء حتى هو وغادي يقول لإقبال لا ما غاديش نختار شي بلاسة كبيرة غادي ندال العرس غير هنا يا فتار وما غاديش نعرض على كثرة الناس غير الناس اللي كيبغيين وقرابين منا فغا نشوفوا ضياء رجعته الدحكة مرة أخرى لوجهه وحد البنت غادي تبنينا دخل عندهم هي ومونير معا غادي يدخل غادي يطر على يامان بوحد تعنيقة صحار غادي سبقى غير حلة فمها ما غا تعرف ش كون هي هادي هي ما غاديش بغي يقع اطلق من يامان صحار غير ردية لها على يامان بين لها في عينيها تأي قبل غادي تلاحظ هذا الشي يامان غادي يقول لها ايلا امتا جيتي غادي تقولي انا يا الله جيت البارح وغادي تبدأ تغزل بي وغادي تقولي تبارك الله زيانيتي ممدة طويلة هادي ماشفتكش تبارك الله وليتي كتحمق صحار ما غاديش تستحمل هاده هدرها هدي ديالها وغادي تنوض باش تطلع الفط غادي تتبعها ايقبال كجريم غادي تسولها ايلاك يجاتها صحار غادي تقوليها وخا ما تعرفتش عليها مازال ولا اني من شكلك تبنزوينة غادي تقولها ايقبال صراحة مشين مصلحتك انها تكون جات في هدلوقيزة هدي قبل لعرس ديالكم صحار غادي تقوليها عليا شنو العلاقة ديالها غادي تقوليها شغا نقوليك هادرها الحبيبة القديمة ديالي يامان فتك لو قيتالي كانوا فيها علاقة كانوا كيحمقوا كي تستوع على بعدياتهم ياما ما كاش كي يقدر يصبر دقيقة بلا ما يشوفهم إبراهيم وعالي غادي يكونوا جاو المطعم اي ناس غادي تقوليها راه ليومان طيبين قاع الأكلات لك يعجبوك شمنوحدة فيهم بغيتيني نجيبليك إبراهيم غادي يقوليها ما فيش الجوع ما بغين ناكل والو علي غا يقوليه لما يمكنش ماشي من عوايدك تكون فيش بلاسة فيها المكلة وما تاكلش عاود ليشي حاجة واقع عليك غادي يقوليهم صراحة ما عندي ما نخبي لكم انتوما يا صحابي أنا كان بغي صارة وكان حمق عليها البرح اللي الكامل وانا كنفكر فيها ما حيدتش ليه من بالي إقبال غا تكون في بيسها غادي تجي عندها سعاد غادي تقوليها قولي ليش كون هي ديك آيلا وعليش صحار ما شفتها عينيها غادي ترتقو من الغيرة غادي تقوليها حيدي عليها من ديك آيلا ما بينه وبين يمن تشي حاجة هي ويمن بحل الخوط غادي تقوليها هل أنا عيتليك بغيت نسولك واش مستعدة غادي تقولها سعاد لا ياش غادي تقولها إقبال يكي البرح كنتي بغيت قتلي صحار وانا عيتلك بخصوص هاتشي هذا جل وقت مش أنا نقتلوها ولكن هاد المرة هدي على الطريقة دي علي عندي واحد الخطة جهنمية اللي غادي تخلينا نقتلو صحار شوية بشوية صحار غادي تكون في بيسها وكتفكر غير في ديك آيلا ويمن وغادي تموت عليهم من الغيرة نرجعو لعند إقبال وسعاد غادي تقوليها أنا ده بغا دي نشرح لك الخطة بالتفصيل شفت هاد البراوز هادو وهو من اللي غادي هنيونا من صحار أكيد مع خطات آخرين غادي تقوليها سعاد شرح لي عافك مزيان أنا را ما فهمتك شنو غادي تقصدي غادي تقوليها يمن أحدى حاجة عندو هو المرط طماعة وهاتشي اللي غادي نبينوليه في صحار غادي تقوليها سعاد وش منيتك يمن غاي سيق هاتشي غادي تقوليها غادي سيق حتش ما شيحنا اللي غادي نقولوها لي كوتر اخت هالي غادي تقولها لي هاد البراوز هادو غادي نشوفو شي واحد كي قلد الخط دي للناس الاخرين وغادي نخليو يكتب براوز اليمن بالخط دي الكوتر ولي كتقول فيهم الصحار إلا بغيتي تأخذي التراوز دياليمن فخصك كتلاعبي عليه البراءة وتبينيليه بأنك انت يمشي طماعة ويمن غايت تكت شوية بشوية بأنها هاتشي صحيح احتش هدي الطريقة لي كتتصرف بيهم معها صحار وأكيد كيف ما قلت لك مع خطط آخرين سنجد لي ويمن يتأكد 100% أنه صحرت الماما وبحالها بحال ماما تقلب غير على الفلوس وسمكينة سيجري عليها وكيف ما كتعرفي صحار بينيها في عينيها كتبغيه أملي سيقول لها هادرون غايت جرحها سيسموت شوية بشوية وما ستبقى قدر ستنهار في هذا القصر وغادي تمشي بحالها من هنا بسافة نهائية سعاد سيقول لها مخلي سليمان قول برافو عليك اهنا يوخفت منك ستحار ستبقى تحت ستجد أيلة ويمن مازالين قاسين بزوج وغادي يكونوا قربين بسافة من بعضياتهم وغادي تشوف حتى كيف أيلة كتقس يمن وقربة منه ومن الفوق ستبدأ تدر مقارنة بينها وبين أيلة ستشوف أيلة تبرق لها الطي دي لها كديرا وكيف تلبيس وشعر دي لها كيف مصاوب ودفار دي لها